عقد وزير الخارجية سامح شكري ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مباحثة ثنائية موسعة بحضور وفدي البلدين وخلال اللقاء استعرض شكري جهود مصر للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة وصولا إلى وقف دائم وشامل إطلاق النار في أقرب وقته بالإضافة إلى همية تنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بعمل الألية الأممية لتنسيق ومراقبة دخول المساعدات والتغلب على العوائق التي تضعوا إسرائيل في هذا الصدد كما أعاد الوزير شكري التأكيد على موقف مصر الراسخ فيما يتعلق بالتحذير من المخاطر الشديدة لأية عملية عسكرية في مدينة رفح فضلا عن التأكيد على رفض مصر التام لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه محذرا من التدعية الإقليمية الخطيرة والمتزايدة لتوسيع رقعة الصراع في المنطقة